اشتركوا في القناة 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 والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العجيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين فأل لم يغنوا فيها ألا إن سمود كفروا ربهم ألا بعدا لسمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفلنا أرسلنا إلى قوم الوط وامرأته قائمة فضكحت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوج وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعزبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعدت عن هذا إنه قد جاء أمن ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردون ولما جاءت رسلنا لطنسي بهم وطاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون الشيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم رتق الله ولا تهزون في ضيفه أليس منكم وجل رشيد قالوا لقد علم دمالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن ليبكم قوة أو آبي إلى رقم شديد قالوا يا لوض إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بيادك بقطع من الليل من الليل ولا ينفت منكم أحد إن لم وأتك إنه مصيبها ما أوصارهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حزارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة أقاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصن ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحفظ قالوا يا شعيب ما أصلاتك تأمرك أنك كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرسيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنواك فينا ضعيفا ولولا رهتك لبجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب واغتقبوا إني معكم وقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها فلا بعدا لمدينة كما بعدت سمود ولقد أرفلنا موسى بآياتنا وسلطان النبين إلى فلعون وملئه فاتبعوا أمر فلعون وما أمر فلعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الويد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفض المرفون ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نآخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلف نفس إلا بإني فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شخوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود فلا تك في ملية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من غر وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص ولقد أتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبغا من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيل فاستقمت ما أمنت ومن تعب معك ولا تطوغوا إنه بما تعملون بصير ولا تهكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمر أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك منها من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعبة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبنه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الفلام وتلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تعصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يزتبيك ربك ويعلمك من تأبيل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اترحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقتهم بعد السيارة يلتقتهم بعد السيارة كنتم فاعدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناشحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عزبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصه بدم جذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصور جميل والله المشتعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأزلا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمؤته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراوتته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يفلح ظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق البال وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنأوا عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصنعت وهو من الكاتبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة وقت العزيز ترارد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وغطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصف عني كيدهن أصف إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأبوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قموة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنسل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن مضع السنين وقال الملك إني أرى سبع بخرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات حضر وأخر يابسان يا أيها الملأ وفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعض أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصدوق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر وأخر يابسان لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذلوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتون به فلما جاءه الرسول قال جاء إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي غطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خد كن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قال تم وأت العزيز الآن حصل حق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر